اشتركوا في القناة وعرف به الجزائريون وهو كثرة الغضب وسرعة الانفعال وسرعة النرفزة انصح التعبير وخاصة في رمضان خاصة في رمضان والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا في رمضان مع ان رمضان سرعه الله سبحانه وتعالى لنهدأ فيه لنكون اكثر هدوءا واكثر حلما والحديث الذي ذكرناه او سنذكره كما تعلمون فاذا كان يوم احدكم فان سابه احد او شتمه احد فليقل اني صائم هذا يعلمنا الحلم ويعلمنا ان نلقى الغضب بالغضب او نلاقي الغضب بالغضب او لا كم يقول ان نكون هادئين ان نكون حليمين ان نتصف بالحلم لماذا لان رمضان مدرسة مدرسة حقيقية مدرسة طربوية مدرسة يجب ان نتعلم فيها كثيرا من القيم الاسلامية الغالية والحقيقة والنبيلة والتي تقربن من الله سبحانه وتعالى منها هذا القيمة العظيمة لصفة الحلم يعني النبي علي العسلام كان ما احلمه علي cruise ووصف الله سبحانه وتعالى سيدنا اسمائي줄 بانه غلام حليم فالحلم من الصفات العظيمة التي اتصاف بها نبينا صلى الله عليه وسلم واتصاف بها سيدنا إبراهيم وباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحن في رمضان أيها الأخوة الكرام يعني مطالبون بأن نتدرب على الحلم وأن نتدرب على أن نغضب عندما جاء ذلك الرجل ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب لك الجنة لا تغضب لك الجنة الحقيقة الغضب نوعان هناك غضب محمود اللي هو الغضب لله عندما تنتهك حدود الله ومحارم الله يجب أن نغضب اغضب لحدود الله اغضب لفلسطين اغضب عندما تقصف غزة اغضب عندما ترى حرومات الله تنتهك هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن هذا الغضب كذلك له ضوابطه لكن أن نغضب لأنفسنا وأن نغضب لأدفع الأسباب وخاصة في رمضان يعني تلقى بعض الناس سبحان الله يعني يأتي إلى الوظيفة يأتي إلى العمل إلى محله إلى السوق إلى كذا وهو مكشر وهو غضبان وهو يعني السريع الغضب لماذا يا أخي والسبب في رأيه والذي الحقيقة ينبه إليه الأطباء هو كثرة الصهر ويا ليتا كان الصهر في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس لا ينمون يسهرون كثيرا بلا فائدة ثم يستيقظون صباحا قلة النوم هي سبب من أسباب في رمضان من الأسباب الكبيرة لسرعة غضبنا وعدم التحكم في أعصابنا وانفعالاتنا يرحم والديكم وبرك الله فيكم أقول لكم شيئا يعني قالت 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 لك لما يجي رمضان أنا نخاف قالوا لها عليك قالت لني أن زوجي يتحول إلى وحش وحش كاسر يكسر للأواني ويغضب ويضرب ويسخب يا أخي سبحان الله هل الصيام أمرك بهذا هل الصيام جاء من أجل هذا أم الصيام جاء من أجل أن نرحم وأن نحلم وأن نسامح وأن نعفو وأن نتغاضى وأن نتغافل يعني كي بعض الناس ربما سبحان الله يعني في بيته يصبح كالرادار يعني يلاحظ كل شيء ويتابع كل شيء ويغضب لأدفع الأشباب هذه مسوسة وهذه مالحة وهذه كذا نتكلم في أمور واقعية تقع في البيوت يعني ويقع من أجلها الطلاق والعذب الله في رمضان يعني كي ينكثر من الناس من أجل أمور كهذه يغضب ويخرج عن طوعه فيطلق زوجته ويتسبب في مشاكل ويتسبب في متاعب في بيته يعني هل هذا يرحمكم الله هل هذا الأمر هذا يرضي الله سبحانه وتعالى هل هذا النوع من الصيام يرضي رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هذا الصيام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أم أوصانا بأننا إذا شتمونا سبحان الله واحد يسبك يشتمك ممكن يقولك كلام خاطئ تقوله اللهم تقوله روح إني مرء ومصائم اللهم إني صائم أو إني مرء ومصائم فرمضان من المفروض أن يعلمنا كيف نتحكم في أنفسنا كيف نسيطر على عصابنا وأنتم تعلمون أن ليس الشديد بالسرعة في بعض الروايات ولكن الشديد من يملك نفسه عن الغضب الشديد الحقيقي والقوي الراجل والمرأة هو الذي إذا استغذب لا يغضب كما قلت إذا لم يكن في محار من الله سبحانه وتعالى وخاصة إذا كان في أمو تافهة نتعلم أيها الأخوة الكرام كيف نتحكم في أعصابنا في هذا الشهر الكريم حتى نصومه هادئين وحليمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة